ترجمة نانسي قنقر في مملكة العربية السعودية الشقيقة وبحضور الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية وتم خلال اجتماع لجنة وزراء التربية والتعليم مناقشة التوسع في مجال التحول الرقمي واستخدام التقنيات الحديثة والتأكيد على أهمية تعزيز التعاون بين وزارات التربية والتعليم الخليجية في مجال الأمن السبراني وأمن المعلومات والاستمرار في تضمين المناهج التعليمية المفاهيم الخاصة بمحاربة الإرهاب والتطرف والتأكيد على التسامح والتعايش بين الشعوب كما قرر الاجتماع استمرار الجهود المبذولة لتحقيق الهدف الرابع من أهداف الأمم المتحدة التعليم الجيد وتوسيع التعاون مع المنظمات الدولية وتبادل الخبرات بشأن التعامل مع جائحة كورونا واستكمال متطلبات السوق الخليجي المشتركة والاستفادة من التجارب والتقنيات الخاصة بالذكاء الاصطناعي في مجال التعليم وناقش الاجتماع آلية التنسيق بين الأمانة العامة لمجلس التعاون ومكتب التربية العربي لدول الخليج وكذلك الاطلاع على مذكرة الأمانة العامة بشأن آليات حماية القيم الأخلاقية والدينية والأسرية في المجتمعات الخليجية أما في اجتماع لجنة وزراء التعليم العالي والبحث العلمي فقد تم التأكيد على أهمية تنسيق وتوحيد المواقف الدبلوماسية في المحافل الإقليمية والعالمية ووافق الاجتماع على الدليل الاسترشادي الموحد للتطوير المهني لأعضاء هيئة التدريس بالجامعات وتعميمه على مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي بدول المجلس كما تمت الموافقة على تنظيم ورشة عمل التحول الرقمي في التعليم العالي والبحث العلمي بدول مجلس التعاون خلال العام القادم وورشة تجارب دول المجلس في متطلبات الثورة الصناعية الرابعة والابتكار وربطها بسوق العمل المستقبلي اليوم عقد اجتماعين على مستوى الوزراء الأول يتعلق بالتعليم والثاني يتعلق بالتعليم العالي والبحث العلمي في مجال التعليم كان هناك العديد من التوصيات وبعد المناقشة تم اقرارها ومنها الاستمرار في تضمين المناهج مفاهيم محاربة الارهاب تسخير الامكانيات لحماية القيم الدينية والاخلاقية للمحافظة على الاسرة وتماسكها وفي هذا الاطار تم تكليف مكتب التربية العربي لدول الخليج لإيجاد ايطار عام للبرامج الخاصة بهذا الجانب كان هناك اهتمام بزيادة التعاون وتوسع في مجال التحول الرقمي والتقنيات الحديثة وتبادل الخبرات على هذا الصعيد وفي الواقع ان موضوع الذكاء الاصطناعي كان حاضرا وتم التأكيد على تبادل الخبرات على هذا الصعيد وتطوير المناهج الخاصة بذلك اما التعليم العالي ايضا كان هناك تغارير رفعت من اللجان ذات العلاقة واكدت على الاهتمام بالتحول الرقمي وكذلك الاهتمام بالتبادل الخبرات والبحث العلمي ووضع دليل استرشادي خاص بعضاء هيئة التدريس في مجال الاهتمام بتطويرهم المهني